الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نتحدث عن الأسباب الإيمانية التي جعلها الله تبارك وتعالى أسباباً أخرى للمؤمنين من أجل الرزق التوكل على الله تبارك وتعالى أعظم الأسباب أعظم الأسباب كما قال ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ولقد أمر الله نبيه بتحقيق التوكل في آيات كثيرة وتوكل على حي الذي لا يموت وسبح بحمده وأثنى على أنبيائه ورسله الذين قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون وأثنى على أصحاب النبي الذين قالوا حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أيضا من الأسباب الإيمانية الدينية الجميلة الرقراقة عبادة الله تبارك وتعالى وطاعة الله جل وعلا ما علاقة العبادة والطاعة بالرزق؟ لا علاقة وثيقة تدبروا قول الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تدبر معي هذا الحديث الجميل الذي راه الترمذي وابن ماجة وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل يا بن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا يا بن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا آه يقول قائل أنت الآن تنقض ما أصلت في أول الحلقة من أن التوكل على الله لا بد من أن نأخذ بالأسباب وأن نعمل وها أنت هنا تقول بأن الله جل وعلا قل في الحديث القدسي تفرغ لعبادتي آه التفرغ للعبادة لو عرفنا معنى العبادة ما حدث هذا الإشكال العبادة أيها الأفاضل تسع الحياة كلها كلها فالعبادة لا تقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحجل لا بل كل عمل كل عمل كل عمل صحت فيه النية وكان على هدي سيد البرية فهو عبادة متقبلة من رب البرية جل وعلا بل حتى وأنت في الفراش مع امرأتك لو صححت النية أنت في عبادة حتى في هذه اللحظات نعم ألم أقل لك العبادة تسع الحياة كلها تريد الدليل على هذا الحكم الخطير خذوا الدليل روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يعني ذهب أصحاب الأموال بالأجر كله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم أي سبقون بالصدقة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة خلي بالك وبكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة البضع لغة هو الفرج أو الجماع وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر قالوا نعم قال ولو وضعها في الحلال فله فيها أجر فالعبادة تسع الحياة كلها ما عليك إلا أن تصحح النية وأن يكون عملك هذا على هدي سيد البشرية صلى الله عليه وسلم ومن العلماء من قال في قوله تفرغ لعبادتي أي فرغ القلب أثناء العبادة للرب وحده جميل أي فرغ القلب أثناء العبادة للرب وحده فإن كنت في عبادة وذكرت أن العبادة تتسع الحياة كلها ففرغ قلبك لله سبحانه وتعالى ولا تسل إلا إياه ولا تطلب إلا منه ولا تلجأ إلا إليه ولا تستعن إلا به ولا تفوض الأمر إلا إليه تبارك وتعالى أيضا أذكر بحديث سيدنا رسول الله الرقراق الجميل الذي رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد الآخرة كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك خذوا حديث آخر في غاية الرقة رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له فلا تظن أنك إن أغلقت المحل أثناء الصلاة سيقل رزقك بل سيزيد رزقك لا تظن أنك إن تركت العمل وذهبت لتؤدي حق الله تبارك وتعالى أن الرزق سيقل بل سيزداد رزقك فما عليك إلا أن تؤدي حق الله وأنت على يقين بأن الذي يرزق الكفار هو الله أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق من وحد العزيز الغفار أيضا من أسباب الرزق التقوى التقوى ما علاقة التقوى بالرزق تنبر قول ربك جل وعلا ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مش من حيث تحتسب لا من حيث لا تحتسب من حيث تحتسب أنت تعرفه أنت تعرف الطريق لكن إن حققت التقوى رزقك الله جل وعلا من حيث لا تحتسب وأنا واثق لو سألت الآن كل المشاهدين والمشاهدات من إخواني وأخواتي الفضلاء والفضليات وقلت هل تذكر موقفا من المواقف لجأت فيه إلى الله وحققت فيه التقوى فرزقك الله من حيث لا يحتسب نعم أسمع الجواب من كل إخواني وأخواتي نعم حدث هذا إي والله حدث هذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ما هي التقوى التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله وسأل سائل أبا هريرة عن التقوى فقال أبو هريرة هل مشيت على طريق فيه شوك قال السائل نعم قال أبو هريرة فماذا صنعت قال السائل كنت إذا رأيت الشوك اتقيته ابتعدت عنه قال أبو هريرة ذاك التقوى فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه سياغة أدبية شعرية رائعة فقال خل الذنوب ابتعد أترك خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى هل تذكرون حاتم الأصم الذي تحدثت عنه في أول حلقة هذا الرجل من جميل ما قرأت في حياته وسيرته أنه اشتاق يوما لحج بيت الله الحرام وترك رزقا يسيرا لأولاده في البيت ما أعانه الله على تركه ثم قال يا أولادي لقد اشتقت لحج بيت الله الحرام وإني عقدت النية والعزم على السفر هذا العام فقال بناته ومن يتولانا ومن يطعبنا ومن يرعانا فقالت بنت من بناته على ضرجة من التقى والغنى قالت يا أبتي توكل على الله اذهب فإنك لست برازق ومن الله تبارك وتعالى عليه بنفقة يسيرة وانطلق وبعد أيام نفد الطعام في البيت ودخلت الأم مع البنات ليعنفن هذه الفتاة فلجأت هذه البنت التقية إلى الله جل وعلا وقالت جنديا من الجنود معه أن يدركه بكوب من الماء فدخل على أقرب باب على باب حاتم الأصم فلما علم أهل البيت أن الماء للأمير أحضروا كوبا نظيفا وماءا باردا وهذا من باب قول عائشة أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم ليس من باب التملق ولا من باب النفاق فلما شرب الأمير وشعر بلذة وضعها الله عز وجل له من أجل أمر قضاه ربي وقدره فسأل وقال بيت من هذا قال بيت حاتم الأصم قال الرجل الصالح قال نعم قال الحمد لله الذي سقان من بيوت الصالحين أين هو لنسلم عليه قال ذهب لحج بيت الله الحرام فقال إذن وجب علينا أن نكافئ أهل بيته في غيبته وكانت عملتهم ذهبا فأخرج صرة مملوئة بالذهب وألقاها في بيت حاتم لكن الرزاق أراد الزيادة والمزيد فأنطق الله الأمير فالتفت الأمير إلى الجند من حوله وقال من أحبني فليصنع صنيعه فألقى جندي معه بما يصر الله له من المال وامتلأ البيت بالذهب ودخلت البنت التقية النقية تبكي فدخلت عليها أمها وأخوتها لما البكاء أخرجي لما تبكين وقد صرنا من أغنى الناس فقالت لهم لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا فكيف لو نظر الخالق إلينا ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب فحقق التقوى أيها الأخ الكريم ودع المخرج لله تبارك وتعالى رب العالمين بقي الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بقي الدعاء بقيت صلة الرحم بقي الشكر أسباب كثيرة وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم أسأل الله جل وعلا أن يوسع أرزاقنا بالحلال الطيب وأن يباعد بيننا وبين الحرام وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التقى والعفاف والغنى وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك جدوا